ما تزال التقارير والدراسات تتوالى لتكشف جانبا من الفشل الذي يعانيه العراق على مختلف الصعود كنتيجة حتمية للفساد وسوء الإدارة الذين يحكمان مؤسسات البلد من أعلاها إلى أدنها وفي هذا الصدد قالت وكالة أم بيست الأمريكية الخاصة بالتصنيفات الإتمانية وخدمات البيانات المالية إن العراق يندرج بين الدول الأكثر خطورة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية جاء ذلك في تقرير خاص عن العراق في إطار تقارير مخاطر تتعلق ب138 دولة حول العالم تحدد فيها مستويات الخطورة لكل بلد بما يخدم شركات التأمين العالمية للوفاء بالتزاماتها المالية ويتم من خلالها تصنيف الدول بحسب خطورتها حيث صنف العراق ضمن الدول الأعلى خطورة أي إنه يشكل مجازفة كبيرة للاستقرار المالي للجهات الضامنة وذكر تقرير الوكالة أن الانهيار العالمي لأسعار النفط في عام 2020 شكل صدمة كبيرة للمنطقة باعتبار أن العديد من اقتصاديات دولها تعتمد على تصدير النفط والغاز أضف إلى ذلك أن الاقتصاد العراقي يفتقر بشدة إلى التنوع لافتا إلى أن وباء كورونا فاقم من انكشاف البلد اقتصاديا وأدى تراجع أسعار النفط والمداخل إلى ضغوط أكبر على الوضع المالي للبلد ومفاقمة العجز ليصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويرى التقرير أن التضخم قد يتفاقم على المدى الزمني المتوسط وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ضعف الحكومة وتفشي الفساد أعاقى تحسين مستقبل التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن المخاطر بما فيها تلك المتعلقة بعدم دفع الرواتب قد تزايدت بسبب عدم تمكن حكومة مصطفى الكاظمي من جمع ما يكفي من الإرادات في حين يحتل العراق المرتبة 62% من أصل 198 دولة ضمن سلم الدول الأكثر فسادا وفقا لمنظمة الشفافية الدولية فشل سياسي وأمني واقتصادي وهذا الأخير بدأت نتائجه تظهر اليوم جليا وتضغط بشكل أكبر على حياة العراقيين فماذا ينتظر هؤلاء لكي يرحلوا ويتركوا العراق لأهله